اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برينامجنا الشغير اكلة امي نهاردة المطبخ الصحي ولما نقول الاكل الصحي بيكون معانا بنحط في الاعتبار ان فيه صغير وفيه كبير وفيه ناس بيبقى في العائلة وفي الاسرة مش عايزين اكل صحي اقول لك احنا ناكله خلاه على الله النهاردة الاكل بتاعنا فيه تفاصيل كتيرة هنعمل البرجر النهاردة برجر العتس الاسمر البرجر معروف لحمة وفراخ احنا كلنا عارفينه ولكن لما نعمله عتس ابو جيب الاسمر سوري وندعمه بكمية من الخضار بالتأكيد اكله طعم تاني ولكن فيه تركاية ازاي اعمل العتس الاسمر برجر هنشوف مع بعض ازاي مع السوية مع الفليفر من البصل من التوم من البطاطس حاجات كتيرة يعني معنا النهاردة طبق مقارونا السلطة لما نعمل المقارونا السلطة بنختار المقارونا لزيت الاشكال الهندسية فمعنا المقارونا الفيونكا احنا سلقنا وجهزنا معنا واخد تبريد مفاجئ بزيت زيتون هنعملها سلطة بالخضار النهاردة وندعمها بعصير لمون والزيت زيتون نيجي بقى للحلو النهاردة بالجد هو حلو صحي الموز دلوقتي انا مش لاني الموز حلو في السوية يعني ما تيجي تيجي عشان ادور على الموز اكله اها فيه موز اشكال والوان بس مش مسكر انا بحب الموز دايما يكون مسكر فهنستغل الموز النهاردة نعمله كيكة ونشوف ازاي نخليها بتعم فليفر حلو واخد تعم الفانيليا تعم الشوكولات النهاردة كيكة الموز النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة واتاخد ع طعم الليمون بما ان الليمون دلوقتي مفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر مش هستور حضراتكم لان الصحة تاجع رأس الاصحاء والوقاية خير من العلاق خلينا نطلح فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي المطبخ بتاعه حوله من مطبخ هلسي لمطبخ لطيف وجميل وفي نفس الوقت بقل تكلفة ممكنة نعمل الكيكة ازاي كيكة الموز وهنا تشتير اي موز عندك ما فيش اي مشكلة ولكن انا شخصيا بحب الموز دايما نخش باع الفروض صلاة بياخد فليفر الليمون يدخلوا مع الكيكة نعملوا مع البانكيك تعالوا شوف نعملها ازاي بتفاصيلها معانا بشرة ليمون معانا من الدي كوب بيتين معانا من البيض اربع بيضات بيكن بودر معلها فانيليا ربع كم من الزيت وممكن نستغن عنه خالص هي المادير وواحد كم من الحليب مادير بسيطة وسهلة ولكن التفاصيل هتعجبك اوى على فكرة واللي مش عايز ياكل موز هيكل موز تعالوا نشوفوا ازاي هنعملها سريعا مع بعض اه اول حاجة باخد البيض اربع بيضات بخلطهم مع السكر والبيض يطلع من التلاجة يا اختي قبل استخدامه تقريبا بعشر دقايه او بخمستاشر دقايه حسب درجة التبريد دول كانت تلاتة يبقوا اربعة يلا زي الفل هنحط عليهم السكر حلو والسكر هنا برضو اختياري اذا الموز مسكر شوية وفيه سكريات قلل من السكر وكل ما قللت من السكر في الحلويات كل ما ديته فرصة لكل الاسرة هتاكل من الحلوة اللي انت عاملها ما تبقاش في الحلويات بتاعتك سكريات كتيرة اكيد الماما هتاكل البابا هياكل اه حماتك اه عصرة ليمون بشرة ليمون كل ده على البيض زي الفل هنقلب دول كلهم مع بعض بمضرب كوي كده وجود البيض وجود السكر مع البيض بيسرع من عملية الخفض الله هو ده الفانيليا عم يشيف عشان زفارة البيض مع علقتين من الزيت شكرا ونقلبهم لغاية كده زي الفل معانا من الحليب واحد كوب تقريبا كفاية ونقلبهم كويس دي المواد السائلة نجل المواد الجافة ديقيق وبيكن بودر معانا هوات زي الفل قادي الدقيق مع البيكن بودر بنقلبهم كويس حلو قوي ات ركاية هنا شوية قرفة نعمين مع الدقيق بما ان انا بعمل كيكة الموز والفواكع عموما تفاح موز يحبوا القرفة ده الطبيعي نحط رشة قرفة صغيرة ما تستغربيش ممكن على فكرة لو لاد مش عايزين قرفة تقدر تحط شوكولات كاكاو ده جاهز كده نجيب القلب بتاعنا اللي نشتغل فيه مع بعض كده المواد الاتنين السائل البيض مع سكر مع حليب مع زيت والديق بتاعنا مخلوط مع البيكن بودر وشوية قرفة نعمين القلب بتاعنا معانا زي الفل والقالب غالب نقف هنا ونشتغل مع بعض نجيب الموز نجيب الموز هات معاك موز يا حبيبي وانت راجع من الشغل ترجع بالسلامة اه ده مش مسكرة اوه على فكرة بنحطه في الديق كده بنرس هنا كده نفس القصة بنحطه في الديق كده بنحطه في الديق كده تغليفة دي ونرس هنا كده تمام نفس الموضوع اهوه والدك هنا هيكل الموز ونتحايل على الولد يا ابني كلك مزايا قبل ما تنزل على المدرسة قبل ما تروح النادي لا مش لانوش بشوفه 24 ساعة قدامه بنطفطم ونلاقي الموز ده عندنا في البيت ويتونه محطوطة على الانتريكة بتاع البيت او في الصالون لغاية لما يسود بتقدر تعمليه زلابية اه زلابية الموز عملتها قبل كده بتقدر تعمليه في الكيكة بتقدر تعمليه في روت الصلاة اه معاست الكل دعوة حلوة كده اه زي الفل هناخد اه اخد اربعة هم اربع حبات معانا زي الفل ايش للموز ده فاروق ما يترميش على السلم عشانه انت طالع محصلش مشاكل ده يتحطي في كيس كده يا اختي لا يرد عليك الثقافة مطلوبة وتحطي فيه طبعا على جنب كده لغاية لما نخلص منه ده مطلوب خلي بالك اه حلوة الكلام هناخد المواد الجافة اللي هو الدي مع البكن بودر بنقلبهم كده اهو شفت التعليبة دي كده واحدة اه اهو يلا اهو ده شفت المواد مظبوطة ازاي المقادير اهي دي اهو وننزل كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم اهو ده تسلمي دك يا شيف ده والله انا هعملها النهاردة للاولاد مش هقول لهم ان انا عاملة كيكة بالموز هم يتفاجئوا بقى الموز ده هيستوي طبعا جوا الكيكة هتبقى حكاية اهو تطعم منها بقى شرايح اهو زي الفل هننزل بالخليط كله نوزع التوزيع دي اهو درجة حارط الفرن عندي كام؟ مية وتمانين اهو والعيار عيار اهو ودايما احنا في الحلويات بنحط العيار بالكوباية عشان حضراتكم اهو بنساويه بس كده علشان ندخلها الفرن درجة حارط الفرن عندك ستة كل مية وتمانين اهو زي مية كده كل انا هعمله كده هزة اتنين شكرا يلا اللهم صلى عندي في قلب الفرن اه اساسي ده ما كان اه كيكة الموز بتفاصيلها الصغيرة بتكنيك عالي من الخبرة قدرت استغل الموز اللي احنا مش عايزين ناكله اولادنا معترضين عليه قدرت ان انا دعمه بالبروتين بالنشويات بكل حاجة طبعا الكيكة كلها عناصر غزائية بص عليها وصلى على الحبيب قلبك يتيب بص على الكيكة اه يلا خلينا نطلح اه لا ما اقولكش دي طبعا ما ينفعش نعطحها دلوقت خالص خلي بالك اه اه والله احنا مع بعض احنا ورزقنا قولي يا رب اللهم صلى على النبي اه اه نعم اقولك ازاي تعرفها مستوية ولا مش مستوية السكينة مش هتبان اول ممكن توس بكس او ممكن الشوكة السكينة عشان الملمس بتاعها نعم مخرج عايز اختبرني 14 سنة خدمة سنوية يا عام جاي تقول اختبرني اه بص يا غالي اه صلى على النبي اين بقى اه مكان تاني هعادر فاندي اه بوزهاش بس فيش اي اثار خالص دي مستوية جاهزة بس عشان تتغير في صح للامانة لازم الكيكة تبرط وتهدى خالص بعدين بنقلبة بنقطحها شرايح زي ما احنا عايزين بنقدم معها سكر بودر بنقدمها مع سوس شكولاة سوس فانيليا حسب الرغبة حالة بتاعت النهاردة ما فهاش شغل لا فهاش شغل فه خبرة طهوية فه خبرة طهوية خدت العسة بجبة غسلته بعدين سلقته مع شوية مية مع شرايح من البصل مع شوية كمون يتسلق ببهري بس سيبه يبرد خالص في التلاجة ولياريت تسلق العدس في كمية مية قليلة عشان ما تصفيش المية بتاعته عشان ما ينفعش قسله العدس بعدين هتخلص من المية بتاعته بالعكس المية بتاعته كلها بروتين نباتي لطيف وجميل فكمية سلق المية او كمية العدس على قد كمية المية عشان يبرد بنفس الكمية وبعد كده ضفناله السوابت بتاعته اللي هي السوية مع البرغل عشان يدينا الشكل ده كده مع بطاطس مهروسة والبصلة اللي انا اتحمرتها في قلب الزيت مع تومة مع شوية بهارات وقلب توم كلهم مع بعض يوم وعملت كام قرص من البرجر كده وتستوى في الفرن طلعناها قدمناها من غير عيش مع جبنة مع طماطم مع خيار مخلل حسب الرغبة عملنا طبقة صلاة لطيف وجميل صلاة راح عجبني جدا على فكرة المحتوى الغذائي بتاعته كتير قوي خضروات مفيدة في ايام الصيف دي على فكرة الصلاة اللي دي محطة في التلاجة ناكلها كده تبقى لطيفة فيها عمليتي التبريد لطيفة وجميلة تقدر تقدمي معها بيد مسلوك تقدم معاشها رايح من التوست حسب الرغبة عندك صدر فرخة حلو عايزة تدعميها اطعي وحطيها عليها جرنش مفيش اي مشكلة ولكن نقف عند الكيكة الجميلة الحلوة دي عايزة كوبية الشاي كوبية القوة بتاعتي وبقى الفانة وشيفها ويبقى احلى افطار لجوزك قبل ما ينزل عالشغل بوتاسيوم معادل موجود في الموز بروتين حيواني بروتين كله موجود في قلب الكيكة بتاعتي لان العناصر الغذائية اللي بتحتاجها الجسم موجود في قلب شريحة الكيكة بالموز اللي انا عملتها ويبقى جوزك اكل الصباح الموز الصبح بطريقة غير مباشرة الصحة بتاجع الوسر الصحة والوقاية خير من العلاج مهم جدا يا ست الكل تكتب على باب التلاجة بتاعك يوم الحد من كل اسبوع اكل صحي ازاي انا هتابع الشيف المغازي بس على القناة الاولى والفضيان المصرية وقدر اعمل من الفسيخ شربات من قلب التلاجة هعمل اكل صحي رؤية فان ابداع بتشوفوا كل يوم عشوشة القناة الاولى والفضيان المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة